ساحة حرب جديدة تكاد شرارتها تشتعل بين القوى الكبرى التقليدية في العالم ممثلة في روسيا وحلف شمال الأطلسي ناتو التطورات الأخيرة وتصاعد التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا حول الأخيرة إلى ما يشبه برميلا من البارود قد ينفجر في أي لحظة معلنا نشوب حرب كبرى بين القوى المتصارعة على السيطرة على العالم أوكرانيا الجمهورية السوفياتية سابقا تواجه تغولا روسيا بلغ في عام 2014 حد ظم شبه جزيرة القرم واعتبارها أرضا روسية في خرق للسيادة الأوكرانية ومخالفة لقواعد القانون الدولي وهو ما دفع حلف الناتو إلى عدم الاعتراف بالخطوة الروسية والإعلان عن دعمه أوكرانيا في مواجهة الدب الروسي وبالنظر إلى أبعاد التصعيد الأخير في أوكرانيا فإن الأمر يرتبط كذلك بتطورات أخرى في الشرق الأوسط مثلها تغلغل الجيش الروسي في سوريا واقتراب قواته من قاعدة إنجرلك الجوية التركية التي تضم عشرات من صواريق حلف الأطلسي التي تحمل رؤوسا نووية ما دفع الناتو إلى التحرك نحو خاصرة الدب الروسي في البحر الأسود حيث دع الحلف روسيا إلى إنهاء حجدها العسكري على الحدود الأوكرانية فورا بينما وقع الرئيس الأوكراني فولودامير زيلينيسكي في أنقرة عددا من الاتفاقيات مع تركيا لردع موسكو ومنعها من زعزعة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة القرم والشرق الأوسط وبحسب محللين فإن كل ذلك يؤكد إقليميا أن حقبة التوافق الروسي التركي توشك أن تنتهي لا سيما بعد أن نجحت أنقرة في فرض واقع جديد في حرب إقليم كاراباغ الأذري وكذلك في الملف الليبي ووقوفها كند قوي للروس في سوريا كما يؤكد أن العالم قد بات على حافة حرب حقيقية بهدف منع روسيا وحليفها الصيني من السيطرة على مفاصل القوة في العالم شكرا للمشاهدة